السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما تجربوا الطريقة دي العشبة دي بنيت مع عشبة الروزميري ممكن نشتريها كده مجففة ممكن كمان نشتريه على طول كده كزيت جاهز بس انا بفضل ان احنا نشتري الروزميري مجفف ازاي اللي انتو شايفينه كده وعلى فكرة رخيص مش غالي ابدا طيب تعالوا نعرف فايدة العشبة دي سريعا وبعدين نشوف ازاي هنستخدمها على فروة الشعر عشبة الروزميري المجفف طبعا بتستخدم لزيادة طول الشعر معروفة جدا من زمان قوي بتحفز الدورة الدموية حول بصيلة الشعر نفسها فبالتالي بتوصل الفيتامينات والمعادن لبزور فروة وفروة الراس وبالتالي كمان الشعر بيوصله تغذيته السليمة علشان كده بتساعده على النمو وبيطول بسرعة جدا ازاي هنستخدم بقى العشبة بتاعتنا طريقتها سهلة قوي هنحط العشبة في مية تكون سخنة ونسيبها منقوعة لمدة من حوالي خمس لست ساعات وبعد كده ناخد المية بتاعتها نحطها في زازة غمقة يفضل ان هي تكون غمقة وبتفضل معانا يعني بتفضل معانا فترة كويسة ممكن تقعد معانا شهر ممكن اكتر من شهر ما تبصش بس اهم حاجة نحفظها في مكان بارد ممكن نشيلها في التلاجة مفيش مشكلة بالنسبة لطريقة استخدام بقى منقوع العشبة دي طبعا احنا بعد ما ننقعها في المية السخنة اللون بيبدأ يتغير زي ما انتوا شايفين بياخد اللون الاصفر الغامق ممكن تتحط على الشامبو نفسه واحنا بنستخدم الشامبو العادي اي نوع احنا بنستخدمه ممكن ناخد من معلقة لمعلقتين مع كمية الشامبو بتاعت كل مرة وممكن يستخدم زي ما هو كده يتحط على فروة الشعر برضو من معلقة لمعلقتين وندلك به الفروة كويس واهم حاجة يتساب على الشعر لمدة 10 دقايق وبعد كده نبدأ نغسل شعرين عادي طيب نغسل شعرين كل قد ايه بالعشبة دي او منقوع العشبة دي يفضل مع بداية علاجك للشعر استخدميه 3 مرات في الاسبوع ممكن اول اسبوعين 3 مرات وبعد كده نقلل بقى شوية يبقى مرتين في الاسبوع وبعد كده لحدا ما نوصل لمرة واحدة في الاسبوع ما يفضلش بعد كده ان الشعر اساسا يتغسل عمال على بطال وان شاء الله يعجبكو تعجبكو الوصفة وتعجبكو ميت او منقوع الروزميري مستنية تعليقاتكو اقتراحتكو الفيديوهات الجديدة ولو في ايه مش واضحة في ايه حاجة مش واضحة عن عشبة الروزميري طبعا ما فيش اسهل من كده وصفة مكون واحد بس وان شاء الله يعني في خلال شهر كده او اقل هتبدأ يتلاحز الفرق في شعرك وهتحسي فعلا انه بدأ يطول وبدأ ياخد تغذيته السليمة وبدأ يبقى احسن انا بعتذر عن الصوت بس عشان البرد وشكرا ليكو جدا وسعيد اني كنت معيكم وشكرا اميه على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا